اشتركوا في القناة الحوثيون يدعون لمحادثات برعاية الأمم المتحدة والاشتباكات تتوصل في مناطق عدة باليمن قبل يوم من قمة أوروبية طارئة إيطاليا تدعو إلى إقامة معسكرات للاجئين في أوروبا وشن حملة عسكرية ضد منظمي رحلات الهجرة غير الشرعية أصدر حضرة صاحب الجلال السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه ثلاثة مرسم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم سلطاني رقم عشر على الفين وخمسة عشر بعادة تشكيل مجلس المناقصات نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم مئة وواحد على ستة وتسعين وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ستة وثلاثين على الفين وثمانية وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى يعاد تشكيل مجلس المناقصات برياسة رئيس مجلس المناقصات وعضوية كل من أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط نائبا للرئيس وزير الإسكان وزير القوى العاملة وزير الخدمة المدنية وزير البيئة والشؤون المناخية وكيل وزارة الداخلية وكيل وزارة المالية وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة وكيل وزارة الشؤون القانونية أمين عام مجلس المناقصات ويجوز للمجلس الاستعانة بأي من الخبراء والمختصين وفقا لضرورة ومقتضيات العمل المادة الثانية يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في الثالث من رجب سنة 1436 هجرية الموافقة الثاني والعشرين من أبريل سنة 2015 ميلادية قابوس بن سعيد سلطان عمان مرسوم سلطاني رقم 11 على 2015 بتعين رئيس تنفيذي للهيئة العامة للتعديل نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 على 2004 وعلى المرسوم السلطاني رقم 49 على 2014 بإنشاء الهيئة العامة للتعديل وإصدار نظامها وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى يعين المهندس هلال بن محمد بن حمود البوسعيدي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للتعديل المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في الثالث من رجب سنة 1436 هجرية الموافق الثاني والعشرين من أبريل سنة 2015 ميلادية قابوس بن سعيد سلطان عمان مرسوم سلطاني رقم 12 على 2015 بتعيين سفير غير مقيم بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة صادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية صادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 على 2008 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آتن المادة الأولى يعين السفير الدكتور أحمد بن سالم بن محمد با عمر سفيرنا لدى جمهورية إيطاليا سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية مالطا جمهورية اليونان جمهورية البوسنة والهرسك جمهورية ألبانيا جمهورية رومانيا المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريلة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في الثالث من رجب سنة 1436 هجرية الموافقة 22 من أبريل سنة 2015 ميلادية قابوس بن سعيد سلطان عمان تلقى حضرة صاحب الجلال السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستانا الإسلامية بمناسبة العودة المباركة لجلالته إلى أرض الوطن سالما معافا بفضل الله وعنايته أعرب فيها فخامته باسمه وباسم الشعب الباكستاني الصديق عن خالص شكره وامتنانه لله عز وجل لشفاء جلالته وعودته لبلاده مؤكدا فخامته أن سلطنة عمان أصبحت في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم دولة عصرية مزدهرة ومحبة للسلام كما أعرب فخامته عن سروره وفخره بالعلاقة الوثيقة بين البلدين الصديقين متمنيا لجلالته الصحة والسعادة وماديد العمر والشعب العماني التقدم والازدهار بتكليف سام من جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاة رأسه مع علي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية وفد السلطنة المشارك في قمة الاحتفال بالذكرى الستين للمؤتمر الأسيوي الأفريقي والذكرى العاشرة لشراكة الاستراتيجية الأسيوية الأفريقية والتي بدأت أعمالها اليوم في جمهورية أندونيسيا وقد افتتح الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو أعمال المؤتمر الذي يبحث إقامة التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين جميع الدول في المنطقة وتعزيز التواصل والتبادلات والعلاقات المشتركة الاكتشافات النفطية في ولاية الدقم معلن عنها العام الماضي ولم يتم تحقيق اكتشافات أخرى في الولاية الواقعة ضمن المربع خمسين أوضح ذلك لإذاعة وتلفزيوني سلطنة عمان سعدة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز مؤكدا أنه ليس من سياسات السلطنة عدم الافصاح عن الاكتشافات الجديدة منطقة الدقم هي جزء من مربع خمسين وإحنا أعلننا عن الاكتشافات في مربع خمسين العام الماضي في شهر أربعة وفي الحقيقة تم حفر حفرتين الحفرة الأولى في 2013 وكانت فنيا غير موفقة والحفرة الثانية في بداية 2014 وكانت ولله الحمد موفقة تم إنتاج حوالي 3000 برميل لمدة يومين فقط طبعا بعد الإنتاج الأولي كان المفروض يكون في خطة لإنتاج مطول أكثر لتحديد حجم المكمن المكتشف آلية تطوير الاكتشاف هذا الجديد ولم يتم حفر أي حفرة إضافية بعد الحفرة الثانية فبالتالي ما فيه اكتشافات جديدة تم الإعلان عنها ثانيا ما فيه أي توجه أن نخفي حقائق على الاكتشافات أو أن نوقف إنتاج من اكتشافات جديدة لمجرد أنه ما فيه منافسين قريبين من المنطقة هذا طبعا بعيد جدا عن واقع اللي نتعامل فيه في وزارة النفط والغاز أو منهجية السلطنة بالإجمال قال المتحدث باسم جماعة الحوثيين إن الجماعة ترغب في استئناف الحوار الوطني برعاية الأمم المتحدة وذلك بعد توقف كامل للضربات التي تنفذها قوات التحالف العربي ضدهم ورغم إعلان التحالف العربي عن وقف حملته أمس إلا أنه قال إنه سيواصل استهداف تحركات الحوثيين وفرض حصار جوي وبحري لمنع وصول شحنات أسلحة إليهم في الأثناء توصلت الاجتباكات بين مسلح القبائل وجماعة الحوثي في مناطق عدة بصنعاء وعدن في وقت جددت منظمات إنسانية مطالبها بتقديم المزيد من الأموال لتوفير الغذاء والماء إلى آلاف الأسرين في اليمن تجددت المواجهات العنفة في محافظة مأرب النفطية شرق اليمن بين مسلحي حزب الإصلاح ومسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقتين سرواح والجدعان مخلفة عشرات القتلى والجرحى من الطرفين وذات الحال في محافظة تعز وسط اليمن التي تشهد مواجهات عنيفة بين اللجان الشعبية الموالية للرئيس عبد الرب منصور هادي ومسلحي جماعة الحوثي والقوات الموالية لها وقد أشارت مصادر أمنية في تعز إلى سيطرة الحوثيين على اللواء 35 مدرع وباتوا قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على المحافظة وتوازياً مع ذلك قصف طيران التحالف مقر اللواء 35 بعد سيطرة الحوثيين عليه هذه التطورات تأتي بعد يوم واحد من قرار إيقاف عمليات عصفة الحزم والذي قوبل بارتياح شديد لدى مختلف الأوساط اليمنية باعتباره سيفتح الباب من جديد أمام المفاوضات السياسية التي تشترك فيها كل الأطراف اليمنية لحل الأزمة الراهنة لا سيما أن عملية إعادة الأمل لليمنيين أشارت إلى محادثات سياسية وعملية إغاثة إنسانية واسعة للمناطق المتضررة من المواجهات واجب الأطراف اليمنية في الداخل أن تتبنى مشروع وطني حقيقي بمؤهلات علمية وتخصصات تعمل على إيقاد نهضة تنموية اقتصادية تحقق للمواطن اليمني أمنه واستقراره واستعادة كرامته وتوفير الحياة الكريمة ولقمة العيش التي يتطلع إليها كل أبناء اليمن في غضون ذلك قتل سبعة أشخاص يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة في غارة جوية نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار بمدينة المكلة بمحافظة حضرموت فيما أقدم مسلحان مجهولان على اغتيال ضابط في قوات الأمن الخاصة وسط العاصمة صنعا في ظل تفاقم الأوضاع في البلاد يبقى أمل اليمنيين في عودة الأطراف السياسية إلى طاولة المفاوضات وحل الأزمة الراهنة عن طريق الحوار وبعيدا عن العنف جمال الأشوال تلفزيون سلطنة عمان صنعا تستعد القوات العراقية لبدء عمليات أكبر لتحرير مدينة الرمادي بعد أن سيطرت تنظيم داعش على مساحات واسعة منها فيما استمر نزوح أهالي المدينة مع تصاعد وطيرة المعارك في الوقت نفسه شهدت العاصمة بغداد تفجيرات استهدفت مواقع مكتظة بسكان مع الديل مقتل وإصابة العشرات استمرار صوت الرصاص في الرمادي لا يزال يؤكد انقسام السيطرة على العاصمة الإدارية لمحافظة الأنبار بين القوات العراقية ومسلح داعش ومع تأخر الحسم دعا مسؤولون عراقيون إلى تكثيف الطلعات الجوية لضرب مواقع التنظيم المسلح ومخازن الأسلحة في المدينة وبالتوازي مع الوضع العسكري هناك يتزايد هنا في بغداد أعداد النازحين من سكان الرمادي منذرين بوضع إنساني صعب تم نزوحنا يوم الجمعة الماضي إلى مدينة الحلة عقب الظروف التي جرت في مدينة الرمادي مؤخرا وفي كاركوك جنوب العراق تمكنت قوات الحجد الشعبي التركماني من صد هجوم نفذت عناصر داعش استهدفا ناحية الرشاد وقصبة بشير في تل أحمد في محاولة لفك الطوق عن رفقائهم المحاصرين في قصبة بشير منذ أسابيع بغداد العاصمة لم تكن بأفضل حال حيث شهدت يوما دمويا بانفجار قنبلتين جنوب وشرق العاصمة ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات فيما ألحق الانفجار أضرار مادية بالغة كاركوك هي الأخرى لم تكن في منأة عن الانفجارات حيث استدفت عبوة ناسفة مراسم تشيع جنازة مواطن تركماني وسط المدينة ما أسفر عن سقوط قتلى استأنفت إيران والقوى الغربية في فيينا اليوم مفاوضات الملف النووي الإيراني وأكد دبلوماسيون أن جولة فيينا ستبدأ في وضع تفاصيل الفنية والقانونية لاتفاق نهائي من المقرر التوصل إليه في الثلاثين من يونيو المقبل بدورها أكدت طهران أنها ستطلب من الوفد الأمريكي تفسيرات حول مسألة حق الإشراف التي أقرتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بالإضافة إلى معلومات محددة حول التفاصيل المتعلقة برفع العقوبات عن طهران كما أنه من المقرر أن تحدد جولة فيينا نطاق عمليات التفتيش المشددة التي سيسمح للوكالة الدولية لطاقة الذرية بالقيام بها بدعوة من البرلمان الأوروبي في بروكسل شارك وفد من الجامعة العربية والبرلمان العربي في أعمال ملتقى حرية التعبير والتعايش السلمي وأكد كل من البرلمان الأوروبي والعربي على ضرورة تعزيز التواصل بينهما من أجل تحقيق تطلعات شعوب المنطقتين في إرساء مبادئ الحرية والعدالة وحقوق الإنسان بالإضافة إلى تعزيز الاحترام المتبادل والتسامح بين الشعوب المنتمية لتقافات وديانات وأعراق مختلفة ضمن اتفاقية تعزيز التعاون والعمل الأوروبي العربي جاء ملتقى البرلمان الأوروبي بالتعاون مع جامعة الدول العربية والبرلمان العربي تحت عنوان حرية التعبير والتعايش السلمي الملتقى ناقش العديد من القضايا في مقدمتها احترام الأديان وفهم الآخر وفتح مجالات أكبر للتعمق ودراسة تركيبة المجتمعات وعلاقتها بالأديان البرلمان العربي أكد أن العالم العربي يؤمن بالسلام والتعايش السلمي وبناء علاقات قوية مع أوروبا أكدنا على رسالة البرلمان العربي والشارع العربي والشعب العربي المناحض للإرهاب والمتصدي لكل الحركات الإرهابية التي تضر بكل مكونات المجتمع الدولي بصورة عما وكل فئاته وكل طوافه أيضا نتطلع على أن تكون هناك استمرارية لهذا التعاون وهذه الأعمال نتمنى أن يصدر في التوصيات والتقرير الحتامي لهذه الاجتماعات وهذه الورش العمل التوصيات التي حملناها من الشارع العربي للمجتمع الدولي وخصوصا نركز على عملية ازدراء الأديان بنا نحن في الوطن العربي مع حرية التعبير ومع حرية الحديث ولكن نحن ضد ازدراء الأديان الأحداث الإرهابية الأخيرة في أوروبا وتداعياتها دفعت بالأوروبيين للاهتمام أكثر بالبحث عن حلول للحفاظ على تركيبة المجتمعات الأوروبية والتي أصبحت تضم أعدادا كبيرة من الجاليات العربية والمسلمة والتي أصبحت مستهدفة بسبب جهل الكثير من الأوروبيين بأصول الثقافة العربية وتعاليم الدين الإسلامي بالطبع من الضروري التعرف على بعضنا البعض فهناك عدم فهم للاختلاف الثقافي بيننا نحن متمسكون في بعض القيم لدينا وهذا ما أنتج عدم فهم للعديد من القضايا علينا أن نقوم بالكثير من العمل للقضاء على الكراهية والعنصرية وعلى تقبل الآخر من أجل بناء مجتمع متكامل المجتمعون جددوا التأكيد أن استقرار العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط يكمن بالأساس في حل القضية الفلسطينية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة موضحين أنه ما زال هناك وقت لعمل حقيقي وفق المواثيق الدولية لإعلاء الشرعية الدولية ودعم قيام دولة فلسطينية انفتاح أوروبي على العالم العربي بتكثيف الجهود والعمل مع مختلف المؤسسات العربية لتعزيز لغة الخطاب المشترك العربي الأوروبي لمواجهة كافة أشكال الصراعات والعنف المغذية للأعمال الإرهابية نور الهودا محمد تلفزيون سلطنة عمان بريكسل قبل يوم من قمة أوروبية طارئة في بريكسل دعت إيطاليا الاتحاد الأوروبي إلى إقابة معسكرات للاجئين في أوروبا وضرورة وجود قوة عسكرية ضد منظم رحلات الهجرة غير الشرعية من جانبها طالبت منظمة العفو الدولية القوى العالمية بالتحرك لإنقاذ المهاجرين داعية إلى وضع برامج إنقاذ فاعل قبل الشروع في التخطيط للقضاء على شبكات التهريب الإجرامية حاملات الموت هكذا وصفت بريطانيا مراكب المهاجرين غير الشرعين عبر البحر المتوسط في أزمة أرهقت الدول الأوروبية خصوصا والمجتمع الدولي عموما وفي الحلول أكدت المفوضية الأوروبية ضرورة التواصل إلى تضامن مالي مع الدول التي تتحمل عبء المهاجرين إيطاليا أول بلد أوروبي يحلم المهاجرون بوضع أقدامهم عليه دعت الاتحاد الأوروبي عبر برلمانها إلى اتخاذ خطوات قوية لوقف تدفق المهاجرين تشمل إقامة معسكرات للاجئين في دول مجاورة واستهداف المسؤولين عن تنظيم رحلات الهجرة عسكريا التصريحات الإيطالية استبقت قمة أوروبية طارئة تعقد في بروكسل إثر حادثة غرق زورق مهاجرين قبل أسبوع قبالة السواحل الليبية رح ضحيتها ثمانمائة مهاجر وتنظر سلطات دول جنوب أوروبا في الآلاف من طلبات اللجوء من قبل المهاجرين الذين تأويهم في مراكز استقبال خاصة فيما يتمكن المهاجرون الذين كتب لهم الوصول للشواطئ الأوروبية دون رصدهم من التسلل إلى دول شمال أوروبا بحثا عن العيش الكريم اختتمت كوريا الجنوبية محادثاتها مع واشنطن لمراجعة اتفاقية تنظيم النشاطات النووية التجارية لكوريا الجنوبية وتنص الاتفاقية المعدلة على بنود تنظم إدارة كوريا الجنوبية للوقود النووي المستنفد على مدار السنوات العشرين المقبلة إلا أن الاتفاقية المعدلة تعطي مجالا أكبر لكوريا الجنوبية للقيام بنشاطات بحثية وجمع بيانات تتعلق بالوقود المستنفد واتفقت سول وواشنطن كذلك على تشكيل لجنة عالية المستوى لمناقشة تخصيب اليورينيوم وهي النقطة الرئيسية العالقة في المفاوضات المستمرة منذ خمس سنوات بين الجانبين نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان تتابعون فيها بعد الفاصل سلسلة أفلام روائية توثق مفردات متنوعة في نزو عاصمة الثقافة الإسلامية 2015 اشتركوا في القناة هنا على الطاولة رقم 14 عيلة سعيد يحتفلون حب الفريق يجمعهم وكأن البطولة لهم وزملاء العمل يضحكون عملهم لا يفرقهم إن جازاتهم تجمعهم وفي النهاية ما جمعهم إلا أطباقنا الجديدة مثل جليز شريم فيلي وسوث ويست شورتريب فيلي الآن متوفرة لوقت محدود شليز مون لايف حدث هنا جلالة السلطان المعظم يصدر ثلاثة مراسيم سلطانية سامية قضت بعادة تشكيل مجلس المناقصات وبتعين رئيس تنفيذي للهيئة العامة للتعديل وتعين سفير غير مقيم وكيل وزارة النفط والغاز لإداعة وتلفزيون سلطنة عمان ما في اكتشافات جديدة تم الإعلان عنها الحوثيون يدعون لمحادثات برعاية الأمم المتحدة والاشتباكات تتواصل في مناطق عدة باليمن قبل يوم من قمة أوروبية طارئة إيطاليا تدعو إلى إقامة معسكرات للاجئين في أوروبا وحملة عسكرية ضد منظمي رحلات الهجرة غير الشرعية موسيقى لا ترصد تلوث الهواء في ميناء صحار الصناعي تعمل بكفاءة ودون قصور في أدائها أعلن ذلك لإداعة وتلفزيون سلطنة عمان معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية كما أوضح معاليها أن منح التراخيص البيئية سيكون إلكترونيا قبل نهاية العام الجاري المحطات ما زالت تعمل في ميناء صحار ونحن أيضا نراقب ونتابع عن كثب مدى فاعلية هذه المحطات المحطات تعمل بكل كفاءة ونرصد جودة الهواء في الميناء وفي المنطقة الحرة بشكل أكثر فاعلية عما كان سابقا قطع نشوط كبير في التحول الإلكتروني بالنسبة للموافقات البيئية ونأمل بإذن الله تعالى قبل نهاية هذا العام أن نتحول إلكترونيا في الحصول على الموافقات البيئية لكل الأنشطة حقيقة اللي المفترض أن تصدر من خلالها موافقات هذا وبهدف تعزيز الوعي البيئي لدى مختلف أفراد المجتمع وتنمية طاقاتهم لحماية البيئة احتفلت السلطنة بيوم كوكب الأرض الذي يصادف الثاني والعشرين من أبريل من كل عام أقيم بهذه المناسبة معرض بعنوان معا نحو بيئة أفضل تحت رعاية معالم حمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية بمناسبة احتفال السلطنة بيوم الأرض الذي يصادف الثاني والعشرين من أبريل من كل عام أقيمت فعاليات وأنشطة بيئية متنوعة بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى سائر أفراد المجتمع والتنمية قدراتهم واستثمار جهودهم وطاقاتهم الإبداعية للمشاركة في حماية وصون البيئة لصالح تحقيق التنمية المستدامة في سائر المجالات وضمان رفاهة الحاضر وتأمين مستقبل الأجيال القادمة وزارة البيئة وشؤون المناخية حاضرة في أغلب المبادرات البيئية في هذا الوقت وتعمل وتساند أيضا الشركات على أن تكون لديها مبادرات باستغلالها للمناسبات البيئية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي وتزامنا مع الاحتفالية نظمت الشركة العمانية للاتصالات المتنقلة عمان تل معرض معا نحو بيئة أفضل بمشاركة أكثر من عشرين مؤسسة حكومية وخاصة حيث اجتمل على عرض المشغولات اليدوية وأحجار طبيعية والبلاط المطاطي وغيرها من المواد التي تحافظ على البيئة الفكرة في جمع مجموعة من مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص لمشاركتهم بمبادراتهم البيئية في عمان تل كان هناك مجموعة من المبادرات ولكن ركزنا بشكل أساسي إلى زيادة الوعي البيئي في المؤسسة والتحول إلى الرقمية الهدف من هذه الفعالية هو النشر التوعوي حول مجال الحفاظ على البيئة وتقليل استخدام الطرق القديمة استخدام الأوراق في معظم المعاملات المعرض شهدت توقيع على مذكرة تفاهم حول التقليل من استعمال المعاملات الورقية بين بعض المؤسسات بالإضافة إلى تعريف الزوار بالوسائل الإلكترونية الحديثة التي تساهم في الحفاظ على البيئة عوضا عن الوسائل التقليدية يوم الثاني لزيارتهم للسلطنة واصل الوفد التجاري المالطي بحث سبل التعاون المشترك في مجال المشاريع السياحية وإمكانية إقامة مشاريع مشتركة بين السلطنة وجمهورية مالطة من خلال عقد المزيد من اللقاءات مع المسؤولين في الدولة وعلى هامش الزيارة وقعت غرفة تجارة وصناعة عمان مع الوفد التجاري مذكرة تفاهم تهدف إلى تبادل الوفود التجارية وتعزيز الاستثمار التجاري والسياحي بين البلدين تأتي زيارة الوفد المالطي للسلطنة تأكيدا على العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزا لأوجه التعاون المشترك اللقاء الذي جمع معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة مع معالي الدكتور كريستيان كاردونا وزير الاقتصاد والاستثمار والشركات الصغيرة بجمهورية مالطة مثل فرصة لعرض التطلعات وفق الرؤية المستقبلية للإعداد للاستراتيجية العمانية للسياحة وإمكانيات التعاون المشترك في مجال المشاريع السياحية والمنشآت الإيوائية وفرص الاستثمار المتاحة في السلطنة نظرا لما تتمتع به من مقاومات سياحية فريدة التطوير التجاري والصناعي بين السلطنة ومالطة كان في صلب مباحثات معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة ومعالي الدكتور وزير الاقتصاد والاستثمار والشركات الصغيرة بجمهورية مالطة حيث تم استعراض التسهيلات التي تقدمها السلطنة للمستثمرين لا سيما وأن جمهورية مالطة أصبحت من الاقتصادات الملحوظة في الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الأبيض كما أثمرت زيارة الوفد المالطي لغرفة تجارة وصناعة عمان عن توقيع مذكرة تفاهم سعيا لتأسيس مجلس أعمال عماني مالطي مشترك والذي من شأنه تعزيز أوجه التعاون في مجال الاستثمار وأهمية تبادل الوفود التجارية بين البلدين وفي هذا الإطار ستقوم غرفة تجارة وصناعة عمان خلال الفترة المقبلة بتسير وفد تجاري عماني من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جمهورية مالطة للإطلاع على التجربة المالطية في مجال دعم تلك المؤسسات وتنميتها افتتح في حسني خصب بمحافظة مسندم معرض مسندم حكاية الذي نظمته المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة وضم المعرض أعمالا فنية متنوعة ولوحات من التصوير الضوئي والنحت وتنوعت الأعمال المعروضة بين الرسمي على السيراميك ولوحات الخط العربي بالإضافة إلى لوحات شكلت باستخدام الألوان الشمعية احتفلت الهيئة العامة للدفاع المدني والإصعاب بافتتاح مركز جديد لها في ولاية لواء بمحافظة شمال الباطنة ويأتي افتتاح المركز بهدف نشر خدمات الهيئة وتوفيرها لمحتاجها في مجالات الإطفاء وعمليات البحث والإنقاذ مواكبة للنمو المتزايد للقطاعات الصناعية والتجارية في المنطقة حفل افتتاح مركز الدفاع المدني والإصعاف بولاية لواء جاء إيمانا من الهيئة العامة للدفاع المدني والإصعاف بأهمية التوسع وتوصيل خدماتها المتمثلة في خدمات الإطفاء والإنقاذ والإصعاف إلى معظم محافظات وولايات السلطنة مواكبة للتطور الملموس وتزايد النمو السكاني والعمراني الذي تشهده السلطنة في مختلف محافظاتها طبعا يأتي افتتاح هذا المركز مركز الدفاع المدني والإصعاف في ولاية لواء ضمن الخطة التي تنتهج الهيئة العامة للدفاع المدني والإصعاف بنشر مراكز دفاع المدني والإصعاف في مختلف مناطق السلطنة وكون المنطقة منطقة اقتصادية أهمة بالنسبة لإقتصاد الوطني تم إنشاء هذا المركز في هذه المنطقة خدمة لمنطقة ميناء صحار الصناعي ومنطقة صحار الصناعية وكذلك المنطقة الحرة في هذه الولاية ويضم المركز مجموعة من المعدات والتجهيزات ذات المواصفات العالية والتي تم تزويد المركز بها من حيث نوعية المركبات المستخدمة كمركبات الإنقاذ والإطفاء والإسعاف ومركبات الفريق الوطني للبحث والإنقاذ بالإضافة إلى المركبات الجديدة لفرق التعامل مع المواد الخطرة لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالدفاع المدني والإسعاف طبعا الميناء في الكثير من الصناعات ووجود هذا المركز يعطي نوع من الثقة لدى المستثمر ولدى المجتمع أيضا فهو بكل تأكيد بادرة طيبة ونبارك لأنفسنا جميعا بهذا الإنجاز حقيقة هذا المبنى إلى همية كبيرة بالنسبة للمنطقة الصناعية وخصوصا بقانب أكبر المشاريع الموجودة في السلطنة وهذا يساعد بشكل كبير التحكم بمخاطر كثيرة منها موضوع الحرايق والإسعاف بالنسبة للإصابات العمل كما عبر أهالي ولاية لواء عن فرحتهم بافتتاح المركز الجديد الذي يعد إضافة جديدة للمشروعات الخدمية التي تحققت في الولاية هذا المبنى من المباني المهمة جدا لأهالي الولاية خاصة وأن الولاية تزدهر بالمصانع والشركات العملاقة في ميناء صحار افتتاح مركز الدفاع المدني الجديد جاء مواكبة للحركة الاقتصادية النشطة التي تشهدها ولاية لواء وذلك بهدف تقريب وتقديم الخدمة لطالبها في أسرع وقت وحماية لأرواحي وممتلكات المجتمع بكافة شرائحه الملازم منير بن محمد أرسنان من ولاية لواء الآن مع الأخبار الاقتصادية مع الزميل موسى بن جعفار اللواتي إليك موسى النشر الاقتصادية برعاية أوربك نحن نصنع وقود الحياة شكرا خالد واجهان أهلا بكم وتتابعون في النشرة الاقتصادية أكثر من أربعة آلاف شاب وشابة يستفيدون من برنامج الاستثمار الاجتماعي لشركة بي بي عمان خلال عام 2014 موسى موسى أكثر من أربعة آلاف شاب وشابة استفادوا من برنامج الاستثمار الاجتماعي خلال عام 2014 والذي تقدمه شركة بي بي عمان الشركة أشارت لأنها تقوم حاليا بتطوير مشروع حقل خزان بقيمة تقدر بـ 16 مليار دولار من خلال حفر 300 بئر غاز خلال الـ 15 عاما القادمة رعى الاحتفالية صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد أول شحنة غاز من مشروع حقل خزان ستسلمه شركة بي بي عمان بنهاية 2017 وذلك بحفر حوالى 300 بئر خلال الـ 15 سنة القادمة بقيمة تقدر بنحو 16 مليار دولار ولم تغفل الشركة حصة مسؤوليتها الاجتماعية فدونت قائمتها استفادة أكثر من أربعة آلاف شاب وشابة من برامجها فكان وقو احتفالية الذكرى السنوية الأولى لبرنامج الاستثمار الاجتماعي حديثا لا ينسى للشباب المستفيدين تم الإعلان عن البرنامج لعام 2015 ورح نستقبل طلبات الأفراد والشركات أيضا في هذا المقال وتخضع إلى تقييم ومعايير وثم نختار البرامج التي نرى أنها مناسبة لدعمها إن شاء الله البرامج كان فيها ريالة عمال كان فيها أنواع جديدة من البرامج تنفذ لأول مرة على مستوى الشرق المتوسط الواقع الافتراضي هذا برنامج جديد تنفذ بالتعاون مع ساس للواقع الافتراضي والمحاكاة الافتراضية معانا أوتورد باوند عمان برنامج طوله ثلاثة أيام يتنفذ في مناطق نائية عمان سيل عمان للبحار برنامج بناء القيادات رؤية شباب نفذوا عدة برامج وصلت لأكثر من 1400 شاب وشابة حول السلطنة وحول ذات الحديث فالشباب أصروا على تطوير مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة من خلال البرامج المقدمة آخذين في الاعتبار التوجه القادم للحكومة في ريالة الأعمال خمسة آلاف مستفيد من شاب وشابة عمانيين هذا يعطيكم مثل ما يقولوا الحجم الاستفادة التي حققها هذا البرنامج القوانب لشمالها هو قوانب تعليمية وقوانب تخص ريالة الأعمال نثمن القهود التي تقوم بها الحكومة من أجل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات والشباب العماني في دعمهم في الارتقاء بالمستوى والإمكانيات وقدراتهم في إنتاج مثلا الفيديوات والأفلام للشركات اثمار النجاح لا تتأتى بغمضة عين فتمكين الشباب للمستقبل القريب له أبعاد اقتصادية واجتماعية الاستثمار في البشر هو المورد الحقيقي للاقتصاد هذا ما أدركته بعض المؤسسات في القطاع الخاص في ظل وجود مؤسسات لم تسهم في معول بناء المجتمع فارس بن جمعة لوهيبي مسقط أغلق مؤشر سوق مسقط مرتفعا بنحو 21 نقطة وبنسبة بلغت فاصل 33% مقارنة مع آخر جلسة تداول وبلغت قيمة التداول ثلاثة ملايين وواحدا وسبعين ألفا منخفضة بنسبة 37.8% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها خمسة ملايين وستة وتسعين ألف ريال عماني وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقطة للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية بلغت ما يقارب أربعة عشر مليار ريال عماني بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر يونيو القادم اليوم تسعة وخمسين دولارا وعشرين سنتا وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عمان شهد انخفاضا بلغ دولارا واحدا وثلاثة وعشرين سنتا عن سعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ ستين دولارا وثلاثة واربعين سنتا تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر مايو المقبل بلغ خمسة وخمسين دولارا وتسعة سنتات مسجلا بذلك انخفاضا بلغ دولارا واحدا واثني عشر سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر إبريل الجاري عالميا انخفض تسعار النفط دون اثنين وستين دولارا للبرميل بعد صدور بيانات أظهرت زيادة مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الخامس عشر على التوالي وهو ما زاد المخاوف من تخمة المعروض العالمي وانخفض سعر برينت في العقود الآجلة تسليم يونيو بمقدار خمسة واربعين سنتا إلى واحد وستين دولارا وثلاثة وستين سنتا للبرميل كما بلغ الخام الأمريكي في عقود يونيو ستة وخمسين دولارا وعشرة سنتات للبرميل متراجعا بمقدار واحد وخمسين سنتا عن السابق نحن في أوربي نعمل لأجلكم هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية نحن فهولون بتزويدكم وقود الطاقة نحن شركاء لدفع عجلة التنمية أوربيك نحن نصنع وقود الحياة أهلا بكم من جديد أنهت الأسهم اليابانية عاملات اليوم في بورصة توكيو للأوراق المالية بارتفاع كبير لليوم الثاني على التوالي ليغلق مؤشر نيكي القياسي فوق مستوى عشرين ألف نقطة للمرة الأولى منذ خمسة عشر عاما مسجلا ارتفاعا بنحو مائتين وخمس وعشرين نقطة عن السابق كما سجل مؤشر توبيكس الأوسع نطاقا ارتفاعا بنحو ثلاثة عشر نقطة اليابان كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل فائض تجاري خلال مارس الماضي وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة وثلاثين شهرا بفضل ضعف قيمة الين وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ومقتفية أثر مكاسب أسواق آسيا التي دعمتها برامج التحفيز فتحت الأسهم الأوربية اليوم على ارتفاع وقفز سهم فولفو بنسبة ثلاثة عشر بالمئة بعد أن أعلنت الشركة تعيين رئيس تنفيذي جديد فيما صعد مؤشر يوروف ريست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية بمقدار صفر فاصل خمسة بالمئة كما صعدت مؤشرات أسواق لندن وباريس وفرانكفورت ما بين فاصل اثنين بالمئة وفاصل ستة بالمئة عن السابق ضمن سلسلة العقوبات الاقتصادية الأوروبية ضد روسيا رفع الاتحاد الأوروبي قضية مكافحة احتكار ضد شركة غازبروم للطاقة في روسيا وقالت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارغريت فيتساغر إن الاتحاد يحقق في سياسات البيع الخاصة بالشركة الروسية في معظم الدول الواقعة بالحافة الشرقية للاتحاد الأوروبي من استونيا في الشمال إلى بلغاريا في الجنوب مارغريت أوضحت أن الشركة الروسية تواجه جملة من القضايا أهمها منع تدفقات الغاز عبر الحدود إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي وفرض أسعار عالية بشكل غير عادل والمطالبة بالحفاظ على السيطرة على خطوط الأنابيب في مقابل الغاز نهاية النشر الاقتصادية وهذه عودة إلى الزملاء خالد وجهان وبقية أخبار النشرة النشر الاقتصادية برعاية أوروبيك نحن نصنع وقود الحياة المترجم البرامج التي تحتفي بنزوى عاصمة للثقافة الإسلامية لهذا العام تقوم اللجنة الفنية حاليا بتصوير أربعة أفلام وثائقية عن الولاية الأفلام التي يغلب عليها الطابع الروائي السينمائي توثق مفردات متنوعة في نزوى نزوى بما تزخر به من معالم تاريخية ومفردات ثقافية شكلت توليفة متكاملة العناصر لإنتاج مجموعة أفلام سينمائية روائية توثق جانبا من مكنونات حضارة المدينة مجرد ما حطت أقدامنا في نزوى تاريخية تحديدا زهلنا تاريخ مخبأ خلف الحارات الحديثة خلف الشجر مدن رائعة مذهلة كل مدينة وكل قرية وكل بيت يحوي قصة جميل أنك تنقلها للمشاهد جميل أنك تسجلها للتاريخ وعن طريق أيدي عمانية وفكر عماني وشباب في بداياتهم فالمواقع التي شفناها من خلال زيارتنا إلى هذه المواقع أضافت أننا كنا بعض القصص وبعض المواقع الأثرية ما كنا نعرف عنها حتى نحن عمانيين ولكن زيارتنا وأيضا نعرف تفاصيل من الأشخاص الذين عندهم فكرة أضافتنا الكثير كقصة مثلا لمجموعتنا بتعمل قصة عن الحكايات الشعبية في نزوى في الميدان تعمل أربع فرق عمل لتصوير وإنتاج أفلام بأسلوب روائي تتناول الحكايات الشعبية وأعمال توثيق لبعض الممارسات المرتبطة بالإنسان والماء والأسواق التقليدية والمرأة في نزوى إضافة معلومات قديدة ما كنت مسابقة أعرفها بشكل تفصيلي في بعض المواقع من الناحية التاريخية ومن الناحية الثقافية من حيث الأئمة الأماكن التاريخية المعالم مثل المقابر الحارات وممرات الأفلاق في معلومات ما كنت أعرفها فأضافت لنوع جديد من المعلومة مجموعة من الطلبة المتدربين يعملون بصحبة مخرجين سينمائيين متخصصين وسط الحارات القديمة وبين المزارع وبسات النخيل التي تحكي حضارة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ الإنساني من خلال البحث الذي عملناه وتحديد الفكرة لهذا الفيلم وجدنا أنه فيه كثير من المفردات تتنتع فيه ولا يتنزوى أيضا كثير من المؤرخين الذين يتناولوا بعض المفردات فعلا مغرية أن الواحد يتناولها في جانب فيلم توثيقي يوثق هذه الحقب من التاريخ وأيضا يوثق مفردة معينة ويبحث فيها ويوصل الأفلام التي يجري تصويرها الآن في عاصمة الثقافة الإسلامية من المؤمن أن يتم عرضها في احتفائية خاصة ستقام في شهر سبتمبر القادم بمقر جامعة نزوى سعيد بن ذيب الهنائي من ولاية نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2015 محافظة الداخلية في ختام هذه النشرة تذكير بالعناوين جلالة السلطان المعظم يصدر ثلاثة مراسم سلطانية سامية قضت بعادة تشكيل مجلس المناقصات وبتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة للتعدين وتعيين سفير غير مقيم وكيل وزارة النفط والغاز لإذاعة وتلفزيون سلطانة عمان ما في اكتشافات جديدة تم الإعلان عنها الحوثيون يدعون لمحادثات برعاية الأمم المتحدة والاشتباكات تتواصل في مناطق عدة باليمن قبل يوم من قمة أوروبية طارئة إيطاليا تدعو إلى إقامة معسكرات للاجئين في أوروبا وشن حملة عسكرية ضد منظمي رحلات الهجرة غير الشرعية انتهت النشرة نترككم في لعاية الله وحفظه إلى اللقاء إلى اللقاء موسيقى 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 السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدينا قمة إفريست هي أعلى قمة في الكرة الأرضية حيث يصل ارتفاعها إلى 8848 متر فوق سطح البحر وتقع ضمن سلسلة جبال الهملايا ويبلغ متوسط درجة الحرارة في يناير تقريبا 36 درجة تحت الصفر وفي فصل الصيف طبعا تزداد درجات الحرارة لكنها تبقى تحت الصفر بمعدل حوالي 20 درجة مئوية تحت الصفر في شهر يوليو مباشرة إلى آخر صور الأقمار الاصطناعية لا جديد يذكر هنا بالنسبة لأجواء السلطنة والمناطق المجاورة فقد نشاهد تكاثف السحب بشكل جيد في المناطق الواقعة جنوب شرق بحر العرب مع رصد حركة دائرية للرياح خصوصا في المناطق السفلة أو الأجواء السفلة مباشرة إلى حركة الرياح للنهار القادم ونبدأ بمحافظتها الوسطى والفار حيث تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية في حدود 10 عقد أما بالنسبة للبحر على سواحل السلطنة المطلع على بحر العرب في عبدوهادي الموج ويصلوا أقصى ارتفاع له متراً واحداً وربع المتر ورطوبة نسبية تصل إلى التسعين بالمئة شمالاً في محافظة مسندم الرياح لا تزال نشطة جنوبية غربية خصوصاً غرب المحافظة تصل إلى 15 عقد وبالتالي يبقى البحر متوسط الموج ويصلوا أقصى ارتفاع له متراً واحداً ونصف المتر أما بالنسبة لسواحل البطنة مسقط وأيضاً جنوب الشرقية فتبدو الرياح شمالية شرقية في حدود 10 عقد وبالتالي أيضاً البحر يبقى هذه الموج ويصلوا أقصى ارتفاع له متراً واحداً وربع المتر ورطوبة نسبية قد تصل إلى 80 بالمئة من التوقعات في محافظة مسقط الأجواء مشمسة كالعادة ودرجة الحرارة حول منتصف الثلاثينات 37 هنا في الرستاق والأجواء مستقرة بشكل عام على جنوب الباطنة الجبلية وأيضاً هنا في شمال الباطنة سحار 33 وفي خصاب 35 درجة مع أجواء مشمسة إلى شمال الشرقية وفي إبرة تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مع أجواء مشمسة وفي نزوة أيضاً 40 درجة 18 درجة هنا في جبل شمس 41 هنا في عبري وفي البريمي 40 درجة مئوية مع أجواء مشمسة إلى صلالة أيضاً الأجواء مشمسة ومستقرة 38 درجة مئوية وفي ثمريت تبقى درجة الحرارة عند أواخر الثلاثينات تصل إلى أوائل الأربعينات هنا في هيما مثل ما نشاهد أيضاً أجواء مستقرة ومشمسة بعض السحب الخفيفة التي قد تترففد على سماء مصيرة بين حين وآخر ودرجة الحرارة حول منتصف الثلاثينات وعند أوائلها هنا في الأشخرة مع أيضاً تواجد بعض السحب المنخفضة وفي سور 35 درجة مع أجواء مشمسة شكراً لمتابعتكم إلى اللقاء شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة